السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب طب الأسنان المرحلتين المرحلة الأولى وكذلك المرحلة الثانية بمحاضرة مهمة من محاضرات مادة تشريح الرأس والراقبة اللي إن شاء الله نأخذ بيها تشريح العظام هاي المحاضرة ليش مهمة لطالب المرحلة الأولى وليش مهمة لطالب المرحلة الثانية طالب المرحلة الأولى أول ما يبدي بالتشريح راح ياخذ الانتيريور والبوستيريور وبعدها ينتقل للمحاضرة الثانية ياخذ بيها الاسكن وياخذ التشريح مالته وفيما بعد ينتقل إلى محاضرات أخرى لحد ما يوصل إلى محاضرة العظام عظام الجمجمة يعني شون نقول أنه يتخطى هاي المحاضرة يتركها ما يقراها يعتقد أنه هي مو مهمة وبالحقيقة هي جدا مهمة فهذا الشرح أيضا مفيد لطلاب المرحلة الأولى أما طلاب المرحلة الثانية ليش ضروري منعدهم قبل ما يقرون مادة تشريح الرأس والرقبة يقرأ العظام لأنه أساس دراستنا لمادة تشريح الرأس والرقبة تعتمد على العظام أنه إحنا نتعرف على أسماء هاي العظام لأنه أشبه لكم إياها شلون تخيل أنت طاب منطقة يعني طاب خنقول أي منطقة موجودة ببغداد زيان فتروح على الأماكن اللي موجودة بيها على هاي المنطقة وتشوفوا البيوت إذا أنت ما تعرف أسماء البيوت فأنت معلوماتك سطحية عن المنطقة يعني مثلا ما تعرف بيت أبو أحمد ما تعرف بيت أبو ياسر مثلا ما تعرف بيت أبو فلان تمام وما تعرف أنه الواير اللي طالع من عدهم شنو هذا الواير تمام فالقصد نفس الحالة إذا أنت داخل لمنطقة تشريح الرأس والرقبة يعني بالدراسة الرأس والرقبة إذا ما تعرف أسماء العظام ما راح تعرف الأعصاب اللي قاعدة تطلع من هاي العظام ما راح تعرف الأوعية الدموية اللي موجودة عند هاي العظام فهذا التشبيه يعني حاولت أوصلكم يا النجقد مهمة عظام يعني الرأس والرقبة زين نبدي بمحاضرة تشريح عظام الرأس يعني بالحقيقة احنا معتمدين على كتاب اللي هو نتر اللي هو يعني يدرسوا لطلاب طب الأسنان حول العالم بدراسة مادة تشريح الرأس والرقبة يعني على أساس معلومات إن شاء الله راح نبدي ندرس زين مبدئيا إنه احنا نعرف عدد عظام لسكال يعني عظام الجمجمة هنه 22 عظمة تمام بعض المصادر يقول لكم 28 ليش 28؟ لأنه موجود على اليمين ما الأذنة 3 عظام وعلى اليسار ما الأذنة أيضا 3 عظام بعض المصادر ما يأخذون هاي العظام لأنه هنه كلش صغارة تمام فيأخذون العظام الأساسية زين إنه هنه جقد عظام الجمجمة 22 عظمة زين إن قسما قسميا القسم الأول اللي يحميننا الدماغ مالتنا اللي هو الكرانيوم تمام والقسم الثاني اللي يحمني اللي يحمن الوجه مالتنا اللي هنه نوعين من العظام نوعين من العظام عند عظام تكون single هسا مثلا منو هنا دا تشوفون عظام عظم single بالفيشيال أبسط شيء عندنا هذا الماندبل الماندبل يكون عظمة وحدة بينما نشوف الماكزلة مالتاش يكون منها عظمة هاي عظمة هاي عظمة ماكزلة اتقابلها عظمة ماكزلة أخرى إذن يعني هذا نقصده بكلمة paired يعني الفيشيال أيضا عند عظام يكون paired زين هسا عرفنا العدد مالعظام 22 عظمة ينقس من قسمين cranium وفيشيال الفيشيال عدد هنا 14 الكرانيوم عدد هنا 8 وعرفنا أنه أكو عظام single بالكرانيوم وأكو عظام paired وهنا أيضا عندنا single وكذلك paired زين هاي العظام إشلون قاعدة ترتبط مع بعضها مبدئيا إحنا أول ما نولدنا شنو كان عندنا كان عندنا هاي اليافوخات أخذناها بالسادس عدالي هذه هي اليافوخات وعرفنا أنه اليافوخات على موج السهل من خروج الطفل فهاي اليافوخات اسمها fontanel هسا إذا تشوفون هنا الموجودة بالأمام هي anterior fontanel والموجودة بالخلف هي posterior fontanel تمام وأنا أريد أوصلكم من هذا الكلام إنه هاي اليافوخات ما تقدمنا بالعمر راح يبدن يتحدن مع بعضهن هاي اليافوخات بعد ما نقول عنهن fontanel anterior fontanel و posterior fontanel ونسوي لهن تقسيمات لا وإنما راح يتحدن مع بعضهن عن طريق السوچرات تمام؟ يعني السوچر نقصد به إخياط شون هيج يجي عظمة مع عظمة وهيج يتحدن وحده ويلو حسا راح نبدي ناخذهن بعد شوية السوچر اللي ربطهم هو نوع ساني أرثرويدل سوچر إن شاء الله حسا راح نبدي ناخذه تمام؟ هو معلومة خارجية بس لكم مهمة زين مثل ما نشوف هاي يا عظام قلنا هاي يا عظام هذاني عظام الجمجمة عظام الكرانيوم تمام؟ هذاني عظام اللي راح يحمن الدماغ مالتنا تمام؟ شوفوا حمن الدماغ مالتنا زين وهذاني عظام هذاني عظام الفيش يلا زين مثل ما ذكرنا إنه أكو بعض المصادر يقول لكم إنه عدنا 28 عظمة بسبب إنه إحنا عدنا ثلاث عظام بالأذن تمام؟ فأكو مصادر يقولون 22 وأكو مصادر يقولون 28 لذقوا لقونوا المصدر اللي نعتمده هو يقول يعني 22 زين واللي حتى بكل ياتكم يعتمدوا زين شنو يربط هاي العظام اللي يربطهم هو هذا السوچر اللي نوعه ساين سايني أرثرويدل سوچر سايني أرثرويدل سوچر هاي معلومة خارجية لكم إذا عاجبكم يعني ترفون نوع السوچر زين بالمناسبة هذا السوچر لا يتحرك cannot move يعني هاي العظام ما جمجمة ما تتحرك ما عدا عظمة واحدة عدنا تتحرك موجودة بالفيشيال يا عظمة اللي تتحرك بالفيشيال اللي هي هذي عظمة الماندبل هذه هي عظمة الماندبل وهس رح نبدي ناخذها ونتعرف عليها أكثر تمام زين هسه نرجع نحاول نعرف أسماء العظام أول شي ش اتفقنا أنه عدد عظام الفيشيال هن عددهن 14 عظمة تمام 14 عظمة نبدي بأول عظمة وأهم عظمة إنه كأطباء أسنان اللي هي الماندبل هذي هي العظمة السفلية الماندبل دكتور ليش اسمها ماندبل حقيقة الأسماء هي جاية من تسميات لاتينية وكذلك غريقية ويونانية زين فبزمنهم كان كلمة ماندبل تعني أداة المضغ السفلية فانطو اسم هاي العظمة هو الماندبل تمام إش قد عدنا ماندبل بالفيشيال عدنا بس واحدة أوكي زين بعد شنو عدنا عدنا المكزلة إش قد عدد المكزلة المكزلة سنقل لو بيرد عددهن 2 ثنياً واحد موجود على اليمين هاي عظمة مكزلة واحدة وكذلك هاي عظمة مكزلة يعني مقابل إلها فإش قد عدنا عدد مكزلة عدنا ثنياً يعني شنو يعني بيرد زين ليش الأغريق سموها مكزلة مكزلة يقصدون بالفك العلوي أو الفك الذي يستند عليه الخد فلهذا السبب طو مكزلة تمام يعني الخد بزمنهم ينطوه هو تسمية مكزلة تمام فلهذا السبب سموه عظم الخد أو عظم المكزلة زين أما العظمة اللي موجودة فوقهم هاي العظمة اللي موجودة فوقهم هاي اسمها عظمة الزيجوماتيك بون اللي هي هاي الزيجوماتيك إش قد عدنا منها هاي وحدة وهاي وحدة إذن شنو اسمها اسمها زيجوماتيك عدنا ثنياً من عدها الدكتور ليش سموها زيجوماتيك عظمة الزيجوماتيك تعني جسر يعني شون جسر؟ جسر لأنه ربطت عظام الفيشيال بالعظام منه مال الكرينيوم بالعظام مال اللي يحمن الدماغ مالتنا ربطتهم فصارت مثل الجسر تمام؟ ربطت هاي العظام بذول العظام فانطوخة تسمية زايقوماتيك تمام؟ شوفوا التسميات كلش حلوة والله العظيم يعني تسميات لسهولة الحفظ وكذلك أنه أنت إلك معلومات إضافية على مو تتعرف ليش سمو هاي العظام بهذا الاسم زين بعد شينو عدنا؟ عدنا عظمة اسمها فومر بس وحدة عدنا فومر بالوجه العفو يعني بعظام الفيشيال زين هاي الفومر ليش أنطوها تسمية فومر؟ فومر نقصد بيها نصل المحراث مثل ما تشوفون بهاي الصورة أنه هذا هو نصل المحراث تمام؟ ما أخذ الشكل مالته فانطوها هاي التسمية خلي نشوفها على التطبيق هاي عظمة الفومر مثل ما تشوفون أنه هاي هي عظام الفيشيال مالتنا وموجودة هنا هاي هي عظمة الفومر تمام؟ هاي هي عظمة الفومر اللي قاعدة نقدر نشوفها من عظام الفيشيال تمام؟ هسه عزناها على مود نشوفها شنو تشبه؟ طبعا هي تكون بوستيريار للفيشيال فشكلها دايكون مثل نصل المحراث هاي هي عظمة الفومر ما أخذ شكل نصل المحراث فانطوها تسمية فومر زيان طبعا التطبيق اللي قاعدة استخدمه هو اسمه 3D Anatomy 3D Complete Anatomy إن شاء الله أضيف لكم اسمه بالوصف تقدرون تحملوه وتعرضون هاي العظام على مود يعني تكون أمامكم وتسهل عليكم إن شاء الله زيان بعد شنو عدنا موجودة عظام بالفيشيال يعني احنا أخذنا الماندبل وقلنا عدده واحد المكزيلا ثنيا الزياجوماتيك ثنيا الفومر واحد بقى عدنا عظام خلينا أخذ السهلات بعدين نجي على ذني اللي هو النيزيال عظمة النيزيال هاي العظمة إذا هست يعني تتلمسون جزء العلوي ما للأنف ما لاتكم تلاحظوه عظمي بينما جزء البارز تقدر تحركه بإيدك ليش؟ لأن هذا غظروف مو عظم العظم هذا هنا موجود تمام؟ هذا العظم هنا موجود موجود بين تجاويف العين مالتك زيان هذا العظم واحد مننا واحد مننا انطيناه تسمية نيزيال تمام؟ سهل ما بيش إن شاء الله بعد شنو عدنا؟ عدنا عظمة البلتاين طبعاً هاي عظمة البلتاين تصير بصف الفومر بصفة موجودة خلي أعرض لكم إياها يعني هنا هي تكون المفروض أنه تبين فهي هاي عظمة البلتاين خلي أعزل لكم إياها شوفوا خلي أعزلها هاي هي عظمة البلتاين بس عزلتها شوفوا شلون بينت زيان ليس سموها بلتاين بلتاين لأن تشكل سقف الفم مالتنا تمام؟ شوفوا إذا تلاحظ سقف الفم مالتنا منو دا يشكلها دا تشكلها هاي العظمة اللي اسمها بلتاين بون زيان بعد إذا دا تلاحظون مننا إحنا عدنا عظمة اللي هي اسمها انفيرير نيزيل كونتشية شنو يعني انفيرير نيزيل كونتشية؟ أول شيء أريدكم تلاحظون موقع حوان موجودة موجودة بالأنف مالتنا شوفوا موجودة بالأنف مالتنا زيان خلي نعزلها حتى نعرف تفاصيل عنها إذا دا تلاحظ يعني إذا راجع تسميتها اسمها انفيرير لأن موجودة بالأسفل نيزيل لأن موجودة بتجويف الأنف مالتنا زيان ليس اسمها كونتشا شنو السبب؟ السبب تشبه المحار هي تشبه الشكل مع المحار شنو وظيفة هاي العظمان؟ طبعا احنا عدنا ثلاث عظام انفيرير نيزيل كونتشا وميدل نيزيل كونتشا وسوبيريار نيزيل كونتشا تمام؟ شنو وظيفتهم؟ هذاني يعني يعني يعملن أنه يدخل الهواء من خلالهم أول شي حدد المسارة أنه يروح للرأتين ثاني شي ينقن من الأتربة ومن الشوائب ومن الدقائق اللي ممكن تدخل للرأة وثالث شغلة يخلن الهوى دافي يدخل للرأة ما يدخل هوا يعني هوا بارد تمام؟ يأذن رأة فيدفن الهوى اللي قاعد يدخل للرأة مالتنا تمام؟ المهم احنا عدنا بالفاشيال هاي الانفيرير نيزيل كونتشا تمام؟ بقتلنا عظمة وحدة اللي هي اللاكرمال بون شنو لاكرمال بون؟ العظمة اللي تكون يعني خنقول عظمة دمعية بس هي مو بهذا المصطلح وانما السبب انه مو الدموع منها تنزل او تتجمع هنا الدموع فالعظمة اللي قاعد يتجمع يمها الدموع انطوها تسمية لاكرمال تمام؟ همين عدنا اثنين وحدة اثنين هذي هي عظام الفاشيال خلي الراجع احنا بصورة سريعة قلنا انه احنا عدنا الماندبل واحد هذا هو الماندبل اللي يسموه ماندبل لانه هو اداة المضغ السفلية وبعد شاعدنا عدنا الفومر هذا هو عظم الفومر اللي يسموه فومر لانه هو يشبه نصل المحراث زيان بعد شاعدنا عدنا المكزلة اللي يكون اثنيا منا واحد ومنا واحد انطيناها تسمية المكزلة يعني عظم الخد او العظم والفك العلوي زيان بعد شاعدنا العظم اللي تربطنا بالكرانيال بون شاسمها؟ اسمها الزاقوماتيك بون وبعد شاعدنا العظمة اللي تشكل سقف الفم طبعا هاي البلتاين شا شاو فكراتها؟ مو شكلت انه سقف الفم وطلع منها عظم هيت يمتد هيت يمتد احنا يا جزء قاعد نشوف من عدها الجزء اللي يكون هوريزنتل الجزء يعني اللي يكون افقي لو الجزء اللي يكون عامودي لا قاعد نشوف الجزء العامودي مالتها فالجزء العامودي منا قاعد يبين فاعتبرت من عظام الفيشيال زيان اشقل عددهن؟ اكيد وحدة منها وتقابلها وحدة منها فعددهن اثنيا زيان اللا كريمال وحدة وهاي وحدة والنيازيال هاي عظمة نيازيال وهاي عظمة نيازيال الانفيريار نيازيال كوينشا ها هي عظمة الانفيريار نيازيال كوينشا قلنا انه سبب اسمها كوينشا لان تشبه المخار ومن خلالها يدخل الهواء تدف الهواء اللي داخل الرأتين وتخلصها من الغبار تمام؟ تمام هذنهن الارباطعش عظمة اللي موجودات بالفيشيال اتمنى انه كانت تسمياتهم سهلة واضحات واخذت تفت فكرة مبسطة عن هاي العظام زين راح ننتقل الى العظام اللي اتفقنا انه هذن العظام راح يحمن دماغ مالتنا منو هذن العظام؟ عددهن اش قد؟ عددهن ثمان عظام تمام؟ عددهن اش قد؟ ثمان عظام منو هاي العظام؟ نبدي بأول عظمة اهم عظمة عدنا اللي هي العظمة الامامية العظمة ما لتجبها مالتنا ننطيها تسمية فرونتل اش قد عدنا عظام فرونتل؟ بالكرانيال عدنا عظام فرونتال بالكرانيال بس وحدة خلينا نطلعها على التطبيق عدنا عظام بالفرونتال بس وحدة اللي هي هاي العظمة ها اها عظمة واحدة زين بعد شنو هسا خلاصنا بقتلنا شقد بقتلنا سبع عظام العظمة الاولى انطيناها فرونتال شنو سبب تسميتها بالفرونتال يعني العظمة الجبهية او الامامية تمام لهذا السبب تسميتها الفرونتال هسا ننتقل للعظمة الثانية اللي هي الparietal bone شنو يعني parietal parietal يعني wall يعني جدار تمام فهاي العظمة ينطوها تسمية العظمة الجدارية او بالاصح العظمة القبية شنو القبية يعني اللي تكون القبة ما للرأس مالتنا تمام هسا قلنا هاي عظمة الفرونتل وراها شنو يجي يجي عظمة البرايتل زيان خلي نشوف هالعظمة البرايتل على التطبيق شوف اتفقنا انو هذي هي عظمة الفرونتل تمام شنو موجود وراها موجود وراها العظمة القبية اللي هي البرايتل بون هاي البرايتل بون قلنا راح تساوينا القبة مال الرأس زيان هاي هي اللي تشكلها اسمها البرايتل عددهم اش قد البرايتل بون عددهم اش قد عددهم اثنين هاذي عظمة وهاذي عظمة هاي عظمة وهاذي عظمة خلي نبدي نرجع posterior اكثر نوصل الى هاذي العظمة اللي باللون الاخضر هاي نمطيها تسمية الاوكسبيتل تمام هاذي هي البلون الاخضر هاي هي عظمة الاوكسبيتل خلي نشوفها على التطبيق ونتعرف عليها هاذي هي عظمة الاوكسبيتل مثل ما تشوفون انه هي عظمة واحدة فقط هاي هي عظمة الاوكسبيتل تمام عظمة واحدة فقط شنو الشغلة المهمة بيها هاي العظمة او الشغلة خنقول البارزة عدها هاي الفتحة الكبيرة هاي الفتحة نطيها تسمية فورامن ماجنم فورامن ماجنم يعني الفتحة العظيمة شنو يطلع من هاي الفتحة العظيمة راح يطلع الحبل الشوكي تمام تمام زين شنو بقعدنا بقعدنا عظمة التيمبرال عددهم اش قد عددهم اثنيا زين طبعا تسميتهم لعظمة التيمبرال يعني معروف غريبة صراحة انو شنو سبب تسميتهم لهذا العظم بهذا الاسم مثل ما نشوف انو كلمة تيمبرال شي قصدون بيها يقصدون بيها تيمباس تيمباس معناتها الزمن بالاغريقي فمع الزمن عساس انو الشخص من يتقدم بالعمر يفقد الشعر ما الرأسه يعني يصير اصلع من هاي الجهة ويبقى بس هذا الشعر اللي موجود هنا فلهذا السبب سموا عظمة التيمبرال بهذا الاسم وقلناش قد عدنا من عدها عدنا اثنيا خلي نشوفها على التطبيق هذه هي عظمة التيمبرال موجودة وحدة يعني على اليسار وكذلك عدنا وحدة موجودة على اليمين هاي الثانية اللي موجودة على اليمين فصار عدنا انو احنا عدنا اثنيا تيمبرال زيان بقى عدنا اه عظمتين مهمات جدا العظمة المهمة جدا هي الاسفينويد وعظمة الاثمويد الاسفينويد وحدة والاثمويد وحدة الاسفينويد ليش انطوها هاي التسمية شنو السبب انو اسمها اسفينويد تعني الفراشة عظمة الفراشة هس اذا نعزلها راح نشوفها تشبه الفراشة لتشوفون شلون تشبه الفراشة بحيث حتى التسميات مالتها انو هنا عدنا هذا الجناح الصغير اللي هو الليزر وينغ وهذا هو القريتر وينغ والبادي وهذه اللي الرجليانات اللي هنه التريغويد فيما بعد راح نبدأ ناخذهم تمام فهي تشبه الفراشة اطوها تسمية الاسفينويد عددها بس وحدة العظمة اللي تكون مقابيلها يعني سكملنا الاسفينويد بقتلنا عظمة فالعظمة اللي تكون مقابيلها اللي هي الاثيمويد شن يعني اثيمويد بالاغريقي يعني منخل شايفين هذا المنخل مال الطحين فهو تقريبا يشبه المنخل هذا الاسفينويد عظمة تشبه المنخل منها تبين هذه هي عظمة الاسفينويد اذا تلاحظون انه هي مزرفة هذه هي الطبقة مالتها مزرفة ليش مزرفة احنا عدنا عصب اسمه الالفاكترينيارف هذا الاسف هو عصب الشم فمن خلال هذن الفتحات هذن الزروف رح تطلع الالياف مال هذا العصب البروزات مالته رح تطلع على مدة تحسسننا الروائح اللي تدخل انه تدخل الانف مالتنا تمام فامطينا تسمية الاثيمويد بون يعني الاظمة التي تشبه المنخل تمام مثل ما تشوفون مزرف يعني اغلبها مزرف زيان اذا تلاحظون بشغلة اذا دتشوفون هذني دتشوف هذة هذة بشنو يذكرك هذة الشكل ذكرنا بشكل الكونشية اللي هو الشكل المحاري ما الصدفة ما المحار فهذا عنده السوبيريار نيازيال كونشية تمام احنا الاخذناه بالفيشيال هو الانفيريار نيازيال كونشية اللي موجود بالاثيمويد هو السوبيريار نيازيال كونشية وكذلك الميدل نيازيال كونشية تمام اللي شنو اللي يكون ضمن عظام الكرينيال تمام اللي يكون يعني هذا الاثيمويد ضمن عظام الكرينيال الى هنا طلاب انا بس اريدكم تعرفون اسماء هاي العظام يعني خنقول كمنا البارت الاول من المحاضرة بقى بارت بسيط سهل نحتاجه لانه عندنا محاضرات مطلوب من عندنا هذا البارت تمام يعني جزء سهل جدا باقينا شنو هو شوفوا بما انه احنا عندنا عظمة فرونتال قاعدة تتصل معه البارتال فالسوچر اللي موجود بياناتهم اللي قاعدة يربط عظمة الفرونتال بالسوچر هذا نلطي تسمية كورونال سوچر كورونال كورونال سوچر ليش كورونال سوچر لان قاعدة ينصف الجسم مالتنا انتيريار و بوستيريار بينما السوچر اللي قاعدة يربط عظمة الفرونتال بعظمة فرونتال اخرى يعني يربطهم فنطي تسمية ساجتال سوچر ساجتال سوچر هاي معلومة بسيطة جدا عرفنا انه السوچر اللي يربط الفرونتال بالبارتال كورونال سوچر لانه جاي بشكل كورونالي قاعدة ينصف الجسم انتيريار و بوستيريار اما السوچر اللي قاعدة ينصف الجسم او الرأس اه الى جهتين يعني من هذه الجهة و من هذه الجهة يعني يمين و يسار فنطي تسمية ساجتال سوچر هذا هو الساجتال سوچر بقاعدنا سوچر اخر نحاول نعرفه اللي هو منه اللي هو السوچر اللي قاعدة يرتبط مع عظمة الاوكسبتال هذا مو كلش مهم بس معلومة اضافية هذا السوچر اللي قاعدة يربط عظام الفرونتال بأضمة الاوكسبتال اسمه لامدويد سوچر لامدويد سوچر خليه هسا هذا اراوكم يا هذا السوچر اسمه لامدويد سوچر بس هاي المعلومة اللي ردت يعني اعرفكم عليها انت هسا عرفت عظام الكرينيال وكذلك عظام الفيشيال المحاضرة القادمة ان شاء الله راح نبدي نعرف الفتحات مال كل وحدة بيهم ليش دكتور نعرف الفتحات مال كل وحدة بيهم على مود نعرف يا عصب منا قاعدة يدخل وشنو اسمه المحاضرة القادمة ان شاء الله راح نبدي ناخذ الفتحات اللي موجودة بهاي العظام والاجزاء مال عظام كذلك زين دكتور ليش مهمة نقرأ الفتحات اللي موجودة بالعظام معرفنا اسماها واشكالها لا ضروري بعد تعرف الفتحات اللي موجودة بيها شنو السبب؟ السبب حتى تسهل يعني علينا مسيرة من الحفظ يعني تخليك انو انت تقدر تعرف شنو موجود احنا اطيك مثال بسيط حتى المحاضرة القادمة تحضرون اطيك مثال بسيط هاي العظمة هذا الجزء مال ماندبل هذا بس هذا الجزء ينطو تسمية مانتل زين شنو يعني مانتل؟ قلنا انو ناخذ الاسماء على مود نحفظها مانتل من كانوا الاغريق يفكرون خال ايده على هذا الحنج مالته خال ايده هيج زين فانطو انو هذا السبب انو من يفكر فانطوها تسمية انو هاي عظمة التفكير اوكي الشي اللي احنا نريده شنو عرفنا انو هاي مانتل الشي اللي اريده شنو بما انو عرفنا اسم هاي العظمة هو مانتل اهنا عدنا هاي الفتحة اسمها مانتل هاي الفتحة اسمها مانتل فورامن زين واذا عرفناها اسمها مانتل فورامن احنا ده نقرة تشرخ رأسه رقبة فرح يطلع من عندها عصاب واوعية دموية فالعصاب اللي رح يطلع منه اسمه مانتل نيرف نعرف كلمة نيرف يعني عصب زين ورح يطلع ايضا عدنا وعاء دموي شنو اسم هذا الوعاء الدموي اسمه مانتل ارتري شوفوش قد الامور بسيطة انو بس عرفنا اسم العظمة عرفنا اسم الفتحة تلقائيا انو صارت عدنا سهلة عرفنا منها يا عصب اجي يا يعني وعاء دموي فات وتدرون هايش قد الطلاب يغلطون بيها ينسى الاحصاب لانو حافظهن هيك حفظ درخ يجي الامتحان او يجي الفاينال يشوفها مادة صعبة لانو اعصاب تمشو اوعية دموية وهو سعدة بالتالي يشوف مادة تشرح الرأس والرقبة صعبة فهي مو صعبة سهلة جدا تمام اللي اريد منعدكم انو هاي المحاضرة تضبطون الاسماء وتحضرون المحاضرة القادمة على مود نبدي ناخذ فتحات اللي موجودة بالعظام الى هنا تنتهي المحاضرة اشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة دمتم سالمين في امان الله ورعايته